بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي بعنوان الدخل والانفاق أول حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله اللي هي الاستهلاك طبعا الاستهلاك لازم نعرف أنه هو المكون الأول من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق فقد تحدثنا في مصابق في الوحدة الثانية على أن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق يتكون من الاستهلاك C زائد الاستثمار I زائد النفاق الحكومي G زائد صافي أصادرات X والمعلومة الجديدة اللي هنتكلم فيها دلوقتي إن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق أو الانفاق الكل هو نفسه الطلب الكل فبنقول الطلب الكل أو الانفاق الكل هنرمز لبرمز Y بيساوي C زائد I زائد G زائد X نائس ال-M طبعا تحدثنا برضو فيما سابق وقلنا إن من أهم مكونات الانفاق الاستهلاكي شراء السلع الاستهلاكية غير المعمرة زي المواد الغذائية من دقيق وفواكه وخضرات والملابس والحاجة الثانية اللي هي شراء السلع الاستهلاكية المعمرة زي السيارات والسلاجات والأجهزة تلفزيونية والأجهزة المنزلية زي تلفزيون والأساس وغيره هذا بالإضافة للانفاق على الخدمات المختلفة من رسوم التعليم والعلاج والتأمين والسياح والسفر وخلافه من الخدمات تحدثنا برضو في الوحدة الثانية وكلمنا فيها عن إن الدخل المتاح يمكن تقسيمه بين الاستهلاك والاضخار ودلوقتي هنشوف الموضوع دوت وهنشوف مثال توضيحي على ذلك فبنقول الدخل الشخص المتاح بيساوي الاستهلاك زائد للإضخار وهنقول الدخل الشخص المتاح هنرمز له برمز Y وطبعا الاستهلاك هو السي والإضخار اللي هو الإس خلاص بنقول إن المعادلة هذه تسبب معادلة الدخل المتاح فالدخل Y يقصى معادلة بين الاستهلاك والإضخار حيث أنها توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والإضخار من جهة أخرى وهذا يعني أن الاستهلاك هو دالة في الدخل وكذلك الإضخار أيضا هو دالة في الدخل أنا بس أود أن أقول إن هذه الدلاز هتبقى دالة مجابة الميل يعني إيه مجابة الميل يعني ترضية يعني في علاقة ترضية ما بين الدخل والاستهلاك فبزيادة الدخل يزيد الاستهلاك وبنقص الدخل ينقص الاستهلاك وبالمثل لدالة الإضخار هي دالة مجابة الميل يعني دالة ترضية يعني زيادة الدخلة يزود الاضخار ونقص الدخلة ينقص الاضخار طبعا هذا الكلام كلام عام ومن الممكن أن ترد عليه بعض الاسسناء بنقول في المثال التوضيحي بتاعنا دولاتي بنوء لذا كان لديك الجدول التالي والذي يوضح مقدار الدخل المتاح الواي والاستهلاك الذاتي اللي هو المستقل والاستهلاك التابع المستحس لاقتصاد دولة معينة بملايين الدولارات بنقول دولاتي في العمود الأولاني عندنا في الجدول الدخل المتاح هو صفر متين أربعمية ستمية سمانمية ألف ألف ومتين ألف واربعمية وعندنا الاستهلاك الذاتي بيبدأ بمية ثم مية برضو ثم بعد ذلك مية 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 ليه الاستهلاك الذاتي هذا ثابت لأنه الحد الأدنى من الاستهلاك الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه فهو حد أدنى من الاستهلاك وهو طبعا سابت لعلى أعتبار أنه حد أدنى ليث أكثر أما الاستهلاك التابع اللي هو البي في الواي عندنا بيبدأ لما يكون مرتبط طبعا دوت بالدخل فلما يبقى صفر بيبقى صفر وعندنا بيبدأ بمية وخمسين ستمية أربعمية وخمسين ستمية وهكذا دلوقتي عندنا مجموع الاستهلاك إحنا طبعا هو يبقى مطلوب مننا مجموع للدخار مطلوب المية المتوسط للإستهلاك مطلوب اللي هو الـ ABC المية المتوسط للدخار EBS مطلوب المية الحدي للاستهلاك MBC الميل الحدي للضخار برضو مطلوب كل هذه الأشياء مطلوبة وهذا هو المثال ونشوف ايه هو مطلوب بالتحديد المطلوب بالتحديد وضح المقصود بالاستهلاك الذاتي والاستهلاك التابع المطلوب رقم 2 احسب مجموع الاستهلاك لهذه الدولة ووضح المقصود بالدلة الاستهلاك احسب مجموع للضخار واشتق دلة للضخار اوجد الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للضخار وما هي العلاقة بينهما أوجد الميل حد الاستهلاك والميل حد الادخار وما هي العلاقة بينهما ارسم خط الداخل وارسم دلتين الاستهلاك والادخار مع توضيح العلاقة البيانية بين الدلتين ما هي نقطة الداخل التعادلية اللي هي نقطة التعادل مع توضيحها بيانية الحل أول حاجة المقصود بالاستهلاك الذاتي والاستهلاك التابع طبعا معروف أن الاستهلاك الذاتي أو هنقول دلوقتي أن الاستهلاك الذاتي الذاتي هو يسمى كذلك بالاستهلاك المستقل أو التلقائي يعني إيه مستقلة أو تلقائية يعني ليس له علاقة بالدخل يعني لا يتغير بتغير الدخل فهو استهلاك مستقل لذلك في بيانات المثال سمح نشوفنا دلوقتي كان سابت 100 100 100 لا يتغير بتغير الدخل وهذا يتمشي مع واقع الحياة حيث لا يمكن تصور عائلة من العائلات بدون استهلاك حتى ولو لم يكن لديها دخل أو حتى لو كان دخلها صفر حيث يتم الاستهلاك في هذه الحالة من خلال مثلا المندخرات السابقة أو عن طريق الاقتراض مثلا طيب وهنرمز لهذا الاستهلاك اللي هو الاستهلاك الذاتي بالرمز A وهو يعني قيمة الاستهلاك عندما يكون الدخل تساوي صفر يبقى الاستهلاك الذاتي أو التلقائي أو المستقل نسميه زي ما نسميه نسميه الذاتي نسميه مستقل نسميه تلقائي المهم هذا الاستهلاك هذا الاستهلاك الذاتي أو المستقل لابده أن يساوي رمز معين أو هنرمز له رمز معين وهو الرمز A وهذا الرمز يرمز قوية يعني يكون يعني قيمة الاستهلاك لما يكون الدخل بيساوي صفر طيب هذا هو الاستهلاك الذاتي أو المستقل ما للتابعي بالزبط الاستهلاك التابع من اسمه تابع تابع مين بالزبط تابع الدخل يعني يزيد بزيادة الدخل وينقص بنقص الدخل يزيد بزيادة الدخل وينقص بنقص الدخل ويساوي هذا الجزء من الاستهلاك المقدار بي واي بي واي وهنشوف دلوقتي ان البي هي المية لحد الاستهلاك والواي طبعا هو الدخل هنشوف هذا الكلام لاحقا الآن طبعا الحاجة اللي بعد كده مجموعة الاستهلاك مجموعة الاستهلاك هو مجموعة بيساوي على طول الاستهلاك الزاتي زائد الاستهلاك التابع ال-B في ال-Y وهذه المعادلة هي ما تسمى بدلة الاستهلاك ويمكن أن نكتب دلة الاستهلاك برضو بشكل آخر أو بطريقة أخرى بنقول دلوقتي إن السي بتساوي ال-A زائد ال-B في ال-Y ال-A اللي هي الاستهلاك الزاتي أو المستقل وال-B اللي هو المعادلة للإستهلاك وال-Y اللي هو الدخل يبقى حيث أن الإيه هي الاستهلاك الزاتي وال-B هو المعادلة للإستهلاك وال-Y هي قيمة الدخل طبعا المعادلة للإستهلاك هو قيمة موجبة لابد أن تندرج ما بين الصفر والواحد الصحيح هذا ما أود أن أقوله بالنسبة للمطلوب رقم 3 اللي هو مجموعة للدخار واشتقاق دلت للدخار بنقول عايزين نشتق دلوقتي دلت للإدخار نقول إنه يمكن إيجاد مجموع للدخار عن طريق المعادلة إحنا عرفنا من قبل أن الدخل ينفق على الاستهلاك وعلى الإدخار دي حاجة عرفناها من قبل حيث كلنا من قبل أن ال-Y يساوي ال-S دائز ال-C طب لو أنا حبيت أجيب ال-S لوحدها في طرف أقول إيه؟ أقول إن ال-S بتساوي ال-Y اللي هو الدخل ناقص الاستهلاك على اعتبار إن الدخل ينفق أو يتم توزيعه على الاستهلاك وعلى الإدخار فلو حبيت أجيب الاستهلاك أقول الدخل ناقص الاستهلاك ولو حبيت أجيب الاستهلاك زي ما هو مطلوب الآن أقول إن بيساوي الدخل ناقص الاستهلاك طيب أنا عايز دلوقتي أعمل اشتقاك لدلة للدخار بيقولك دلوقتي طالما أن الدخل يقصم بين الاستهلاك والدخار حيث أن ال-Y يساوي ال-S زائد ال-S فإن دلة للدخار يمكن اشتقاك من دلة الاستهلاك حسب الخطوات التالية هنشمشي دلوقتي خطوة خطوة وهنلاحظ إن الموضوع سهل جداً وبسيط ما فيش فيه أي تعقدات في البداية بنقول إن ال-Y بيساوي C زائد ال-S كلام مظبوط يبقى إذن ال-S بتساوي إيه ال-S بتساوي إيه بتساوي ال-Y ناقص C على أعتبرنا هنجيب ال-S الوحدة في طرف خلاص والبقى في طرف آخر طيب طالما دلوقتي ال-S بتساوي ال-Y ناقص ال-S طيب أنا هشيل ال-S وحط قيمتها طيب أنا عارف إن قيمتها من شوية بتساوي الاستهلاك الزاتي زائد ال-B في ال-Y يبقى بتساوي إيه بنقول إذن ال-S بيساوي Y ناقص افتح قوس ال-A زائد ال-B في ال-Y اللي هي ال-A زائد ال-B في ال-Y اللي هي السي اللي هي تعويض مباشر عن السي طيب من هذه المعادلة نحصل على المعادلة الآتي برضو هنضرب دلوقتي السالب هنفتح القوس هنتخلص من الأقواص يبقى ال-Y زي ما هي هي نزلت في المعادلة اللي بعدها والسالب زي ما هي بس هنضرب السالب في ال-A تبقى سالب-A ثم السالب في ال-B في ال-Y هتبقى سالب-B-Y كلام سهل وكلام بسيط ما فيش فيه أي حاجة طيب ال-S هايزين ننتقل إلى المعادلة التالية هنرتب المعادلة بس هنرتب ترتيب يعني هنجيب السالب-A في البداية وبعدين ندخل ال-Y جوه شوية هيتبقى سالب-A هنسائد ال-Y ناقص ال-B في ال-Y ما عملناش حاجة خالص ترتيب للشكل المعادلة بس طيب بعد كده هنعمل إيه هناخد ال-Y مشترك لما اخد ال-Y مشترك إيه اللي هيحصل هيفتح قوس هيتفضل لما اخدوا ال-Y مشترك هيتفضل منها إيه هيتفضل منها واحد طيب لما اخدوا ال-Y هنا هيتفضل منها إيه هيتفضل لـB يبقى إذن دالة الادخار بتساوي بتساوي سالب-A زائد ال-Y افتح قوس واحد ناقص-B وبنقول هي دي تبقى دي دالة ال-إيه ال-إدخار يعني هنا برضو في دالة ال-إدخار هو كل اللي عملوا في الدالة الأخيرة إن احنا شننا ال-Y وحطناها في الآخر يعني قلنا إن ال-S بتساوي سالب-A زائد ال-Y في افتح قوس واحد ناقص-B شننا ال-Y في ضرب ال-واحد ناقص-B خلينا ال-Y في الآخر على اعتبار إن ال-Y ضرب القوس هي نفسها القوس ضرب ال-Y فإحنا معروفا لدينا يعني في السنوات السابقة في المراحل التعليمية المختلفة إن الضرب تبقى دولي يعني لما أقول مثلاً-Y ضرب قوس هي نفسها القوس ضرب ال-Y زي ما أقول مثلاً الخمسة في سبعة زي السبعة في خمسة هي هي ما تفرقش بتير طيب يبقى إحنا دلوقتي انتهينا إن دالة ال-إدخار بتساوي ال-S بتساوي السالب-A سالب الاستهلاك الزاتي زائد افتح قوس 1 ناقص ال-B 1 ناقص ال-Mال حد الاستهلاك ضرب ال-A الدخل طيب بعد كده بنشوف المال المتوسط للاستهلاك والمال المتوسط للدخار كلام سهل وكلام بسيط ما فيش في حاجة خالص بنقول المال المتوسط للاستهلاك بيساوي الاستهلاك على الدخل ويعني هنرموز للمال المتوسط للاستهلاك بال-A-B-C اللي هو بيساوي السي على ال-Y سي يعني استهلاك و-Y يعني دخل يبقى الـ ABC اللي هو الميل المتوسط للاستهلاك يساوي الاستهلاك على الدخل تقسيم الاستهلاك تقسيم الدخل بنفس الكلام بنقول الميل المتوسط للإدخار الميل المتوسط للإدخار بيساوي هنرمز له برمز ABS يبقى الاستهلاك ABC نركز شوية الميل المتوسط للإدخار ABS يبقى ABS بيساوي إيه؟ بيساوي الـ S على الـ Y يعني بيساوي للإدخار على الـ A الدخل طيب الحاجة اللي بعد كده بنقول نلاحظ من الجدول الصابق أن الميل متوسط للاستهلاك يتناقص بتزايد الدخل والذي يعني في نفس الوقت تزايد الميل متوسط الدخار مع تزايد الدخل طبعا الكلام ده كله إحنا هنشوفه بالتفصيل لما نحل العيبان لما نكمل بيانات الجدول بتاعنا إن شاء الله بنقول يلاحظ أن الميل المتوسط للاستهلاك زائد الميل المتوسط للإضخار لابد أن يساوي الواحد الصحيح يعني لما نيجي نكمل بياناتنا وهنكمل بيانات الجدول بتاعنا لازم هنلاحظ أن الـ APS زائد الـ APS تساوي الواحد الصحيح وبالمثل هنشوف برضو الميل الحدي للإستهلاك والميل الحدي للإضخار خمسة الميل الحدي للإستهلاك والميل الحدي للإضخار بنقول الميل الحدي للإستهلاك والتغير في الاستهلاك على التغير في الدخل والميل الحدي للإستهلاك بنرمزه دائما بالرمز MBC يعني الكلام ده بيساوي الدلتا سي على الدلتا وي تغير في الاستهلاك على التغير في الدخل طيب أنا ممكن أجيب الميل الحدي للإستهلاك اللي هو الـ MBC بطريقة أخرى غير طريقة الجداول والأرقام السابت إزاي يعني اللي أنا بحكي من شوية ده الدلتا سي على الدلتا واي لما يكون عند جدول أو بيانات وأرقام زي المثال اللي نحلم عن طب بفرض دلوقتي أنا مش معي مثال أو مش معي أرقام في جدول زي ما احنا شفنا ومعي دلة زي دلة الاستهلاك بتقول إن سي بتساوي الإي زي دل بي في ال واي أجيب إزاي الميل لحد الاستهلاك الميل لحد الاستهلاك اللي هو البي أجيبه من تفاضل دلة الاستهلاك بالنسبة لمن بالنسبة للدخل فلما فاضل هذه الدالة بالنسبة للدخل أحصل على الميل الحادي للاستهلاك بعد كده بقول الميل الحادي للإدخار بنفس المنطق الميل الحادي للإدخار بنرمز له بالرمز MBS بيساوي دلتا S على دلتا Y يعني التغير في الدخل في الإدخار على التغير في الدخل وبنفس المنطق ممكن أجيب الميل الحادي للإدخار من دالة الإدخار كما يالي لو أنا عندي دالة الإدخار بتساوي الـ S بتساوي سالب زائد افتح قص 1 ناقص البي ضرب الواي فانا بقول دلوقتي لو انا حبيت اجيب الميل الحدي للإدخار اجيبه ازاي اجيبه من تفاضل هذه الدلة تفاضل دلة الإدخار بالنسبة للدخل احصل على الميل الحدي للإدخار اللي انا عايز اقول دلوقتي نستنتج فيه نتيجة مهمة جدا للغاية لابد ان نلاحظها وهنتأكد منها لما نستعرض بيانات الجدول بتاعنا ان شاء الله بنقول فيه ان الميل الحدي اللي بنقول اني الدلتا س على الدلتا وي لوهي الميل الحدي للاستهلاق زائد higher than the delta y لوهي الميل الحدي للإدخار اللي هو بيساوي بي زائد وافتح قص 1 ناقص بي هيساوي الواحد الصحيح يعني بمعنى اخر اننا لما جمع الميل لحد الإستهلاق زائد الميل لحد الإدخار لابد ان يساوي المجموع هذا لابد ان يساوي الواحد الصحيح ورياضيا لو حبيت أجيبها رياضيا او جبريا يبقى البي الميل حد الاستهلاك بي والميل حد الاضخار واحد ناقص بي يبقى بي هو معنا ناقص بي يبقى ناقص بي هطير مع البي هيفضل لنا الواحد الصحيح يبقى الميل حد الاضخار زائد الميل حد الاستهلاك لابد أن يتساوي مع الواحد الصحيح بقول دلوقتي على ضوء ما سبقه من خلال الجدول اللي احنا هنشوفه فإن دلة الاستهلاك تكتب كما يال إذا كانت نقول إن السي بتساوي بما أن السي تساوي A زائد B في Y فالA احنا معروف انه هي الاستهلاك الذاتي من الجدول بتاعنا هيتساوي 100 دي رقم معطي من المعطيات وهو ثابت طول فترة الجدول وطبعاً الB اللي هو 100 لحد الاستهلاك هدء اللي هو 75% وفقاً لحسابات الجدول يبقى السي بتساوي 100 زائد 75% أما دلة الاضخار فهتكتب على النحو التالي السي بيساوي A زائد 1 ناقص B في Y فلما جاء أعوض أشيل الA وحط بدلها سالب 100 لأن سالب A سالب A اللي هي الميل الاستهلاكي أو الميل الذاتي أو المستقل 100 يبقى الA بتساوي سالب 100 زائد 1 ناقص B اللي هو الميل حد الاستهلاك في Y يعني هي ساوي سالب 100 زائد 25 من 100 Y ممكن نلاحظ الوقت إجابة المطلوبات بتاعة المثال السابق على النحو التالي عشان يبقى الكلام كله مرتبط ببعضه احنا بس حبينا نستعرض فيما سابق يعني إزاي نحسب المموع الاستهلاك إزاي نحسب الميل المتوسط الاستهلاك إزاي نحسب الميل متوسط للضخار والميل الحد الاستهلاك والميل الحد الاستهلاك والميل الحد للضخار فدلوقتي هنطبق الكلام اللي احنا اتكلمناه وهنشوفه بوضوح على الجدو إذا كانت هذه هي المعطيات العمود الأول اللي هو الدخل والمعطيات اللي بعد كده الاستهلاك الذاتي اللي هو العمود الأخضر هذا وبعد كده الاستهلاك التابع اللي هو البي واي اللي هو العمود الأخضر الثالث دلوقتي لو احنا ما حبينا دي المعطيات اللي عندنا وبعدين قال لك احسب مجموع الاستهلاك فانا مجموع الاستهلاك هيجي ازاي لمجمع المية زائد صفر بمية طيب الـ 250 بتنديجة ازاي هاي 250 بتيجي بالاستهلاك الزائد زائد التابع يبقى 100 زائد 150 250 طيب الـ 400 300 زائد 100 طيب الـ 550 450 زائد 100 700 600 زائد 100 وهكذا الى نهاية الجدو ده مجموع الاستهلاك اللي هو السي طيب مجموع الاستهلاك بيجي ازاي تقول للإضخار بيساوي الدخل نقص الاستهلاك ناقص مجموع الاستهلاك يعني ايه يعني تقول الدخل صفر ناقص مية يسوي سالب مية طيب الدخل ميتين ناقص مجموع الاستهلاك ميتين وخمسين يبقى سالب خمسين يبقى ميتين ناقص ميتين وخمسين يبقى سالب خمسين طيب الدخل أربعمية ناقص مجموع الاستهلاك أربعمية يبقى صفر طيب الدخل ستمية ناقص مجموع الاستهلاك خمسمية وخمسين يبقى خمسين طيب الداخل مثلا 1000 ومجموع الاستهلاك 850 يبقى مجموع للدخار كام 150 وهكذا لنهاية الجدو طيب الميل المتوسط للاستهلاك طبقا للكلام والشرح اللي احنا شرحناه من قبل قلنا ايه الميل المتوسط للاستهلاك بيساوي ايه قلت للي بيساوي الاستهلاك ABC بيساوي C على الداخل طيب C بيساوي ايه هنشوف 100 على صفر طب 100 على صفر بيعني ايه بانقدار غير معلوم بيقولوا عليه احيانا ما لنهاية غير معلوم يبقى اما اجا اقسم اي رقم اي رقم على الصفر يعطيني مقدار غير معلوم طيب بعد كده بنقول الصف الثاني لما اجا اقول مجموع الاستهلاك ميتين وخمسين على متين يديني واحد فاصل خمسة وعشرين مائة طيب اربعمية على اربعمية يساوي الواحد الصحية طيب الاتنين وتسعين في المائة دي جات ازاي تقول لي خمسمية وخمسين على ستمية يبقى انا بقسم العمود بتاع الاستهلاك على العمود بتاع الدخل عمود الاستهلاك عمود الاستهلاك اهوت على عمود الدخل اهوت كلام سهل وبسيط طيب مثلا مثلا الاتنين وتمانين في المائة الاخيرة دي جات منين تقول لي مجموع الاستهلاك الف مية وخمسين على الف وارب ايه و الف و ايه واربعمية بقى الف مية وخمسين تقسيم الف واربعمية بالقلل حزب على طول هتديك اتنين وتمانين في المائة طيب نيجي للعمود اللي بعد كده اللي هو الميل المتوسط للدخار بنفس إذا كان الميل المتوسط للإستهلاك بساوي الاستهلاك على الدخل يبقى الميل المتوسط للإدخار برضو بيساوي الإدخار على الدخل طبعا الشرط الأولاني جات منين تقول لي إدخار مجموعه كم مجموعه الضخار كام تقول لي سالب 50 سالب 50 على المتين يساوي كام يساوي سالب ربع او سالب 25% طيب الصفر دي جات منين تقول لي الضخار كام اصلا صفر صفر على اي مقدار صفر على اربعمية بصفر يبقى في فرق ما بين اي مقدار على الصفر اي مقدار على صفر بمقدار غير معلوم او تكتب شرط لكن صفر على اي مقدار صفر على اي مقدار صفر على اي مقدار بصفر طيب بعد كده الثمانية من مية دي جات منين تقول لي والله جات اني انا بقسم للدخار برضو على الدخل يبقى 50 على 600 هديني 8% طيب 18% الاخيرة دي من العمود جات منين تقول لي هقسم برضو اللي الدخار اللي هو كام 250 على الدخل المتاح اللي هو 1400 هحصلنا على 18% يبقى كلام سهل و بسيط خالص يبقى الميل المتوسط للدخار العمود ده بيجي ازاي بيجي لما ما أقسم للدخار عمود للدخار على عمود مين على عمود الدخل حاجة بسيطة خالص يبقى الميل تاني هعيد بسرعة تاني الميل المتوسط للإستهلاك بيجي ازاي بيجي لما أقسم الاستهلاك عمود الاستهلاك بيجي لما بأسم عمود الاستهلاك على عمود الدخل أما الميل المتوسط للإدخار بيجي ازاي بيجي لما أسم عمود الإدخار عمود الإدخار هذا على عمود الدخل كلام سهل وكلام بسيط خالص طيب الميل الحدي للإستهلاك هذا الميل الحدي للإستهلاك احنا قلنا الميل الحدي للإستهلاك بيسوي التغير في الاستهلاك التغير في عمود الاستهلاك على التغير في عمود الدخل يبقى أنا هشوف دلوقتي التغير طالما هبدأ بالتغير يبقى أول صفة عند بيبقى شرطة طالما فيه تغير لسه ما بدأناش إفنا ما نيجي من الصف الثاني نقول التغير من الصف الثاني للصف الأول فالصف الأول بيبقى هنا إيه شرطة أو غير معلوم لسه طيب أنا عايز دلوقتي عايز أعرف 75% ديت ونلاحظ دلوقتي أن 75% سابتة في جميع الصفوف ليه لأن دلت الاستهلاك بتاعتنا دلت سابتة المية ولكن أنا عايز أتأكد دلوقتي ليه هي 75% ليه سابتة 75% من خلال أرقام المتاحة لديه هنبص قويس عشان نعرف نحسب 75% 75% دي بتيجي من التغير في الاستهلاك هو 250 ناقص 100 يسوي 150 150 تقصيم 200 ناقص صفر يبقى 200 يبقى 150 على 200 بكام 75% طيب نبص لل75% التانية دي هتقول لي والله ببساطة شديدة تغير في الاستهلاك على التغير في الدخ يبقى 200 بتاع 400 ناقص 250 400 ناقص 250 كام تقول لي 150 تقصيم كام 400 ناقص 200 يعني 200 يبقى عني برضو 150 على 200 يعني 75% طيب تعالي 75% اللي هنا تحت دي قال هنا كده 75% دي دي جات ازاي تقول لي التغير في الاستهلاك فين التغير في الاستهلاك تقول لي 850 850 ناقص 700 850 ناقص 700 يبقى 150 تقصيم تقصيم 1000 ناقص 800 يبقى 200 يبقى 150 على 200 برضو 75 وهكذا جميع البقنا طيب الرقم الاخير ده عشان نكرر عشان الجميع ياخد باله 75% دي جات ازاي تقول لي 1150 ناقص 1000 يعني 150 تقصيم 1400 ناقص 1200 يعني 200 يعني الخلاصة 150 على 200 تطلع ل75 في المه يبقى العمود ده سهل وبسيط نفيش فيه اي حاج طيب عايزين نعرف المه لحد للإدخار اللي هو MBS MBS برضو التغير في الإدخار على التغير في الدخل تعال نشوف التغير في الإدخار لو قلنا دلوقتي الموجب 25% 25% جات ازاي تقول لي والله أني جات من خلال بنقول التغير في الدخار يعني سالب 50 سالب 50 ناقص ناقص 100 ركز معي في الكلام دي حتة دي سالب 50 ناقص ناقص 100 لما قلت سالب 50 سالب 50 يعني ناقص 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 100 يعني زائد 100 سالب 50 زائد 100 يبقى كم يبقى موجب 50 طيب موجب 50 على 200 ناقص صفر يعني على 200 يبقى بكام يبقى بـ 25% بالظبط طيب 25% الثاني دي جات إزاي تقول لي والله جات من 0 ناقص ناقص 50 يعني 0 زائد 50 على 400 ناقص 200 يعني على 200 يبقى 50 على 200 يعني 25% طيب 25% الثالثة دي جات منين تقول لي برضو ببساطة شديدة بـ 50 ناقص صفر يبقى 50 تقسيم 600 ناقص 400 يعني 200 يبقى 50 على 200 يعني 25% طيب مثلا الأخيرة خالص دي 25% دي جات إزاي جات برضو ببساطة من 250 ناقص 200 تغير في الاضخار على تغير في الدخل يبقى 250 ناقص 200 يبقى 50 على تقسيم يعني 1400 ناقص 1200 يعني 200 يبقى 50 على 200 بـ 25 في المية دلوقتي بنقول هنتكلم يعني في التمثيل البياني لدلة الاستهلاك ودلة الاضخار وعشان الكلام بتاعنا يبقى واضح هنحاول نتكلم على طول على الشكل البياني لو نلاحظ من الخلال الشكل البياني الآتي نلاحظ أن دلوقتي عندنا خط الأزرق وعندنا خط برتقالي الخط الأزرق هذا بيسمى بخط الدخل وهو خط الـ 45 وليه سومية بـ 45 لأنه بيقسم الزاوية القائمة اللي هي موجودة عندنا هنا في الشكل إلى زاويتين 45 تحت 45 وفوق 45 طيب الخط البرتقالي اللي هو دلة الاستهلاك اللي هي السي لو نلاحظ أن الدلة دية دلة تزايدية أو دلة مجابة الميل وهذه الدلة دلة ترضية في الدخل يعني بزيادة الدخل يزيد الاستهلاك وبنقص الدخل ينقص الاستهلاك طيب كلام سهل وبسيط بس عايزين نلاحظ بس حاجة بسيطة جدا للغاية بنقول أن دلة الاستهلاك ليه ما بدأتش من نص صفر لتقول لي والله ما ينفع تبدأ من الصفر لأن الاستهلاك ما ينفعش يكون صفر وإحنا من شوية في المثال بتاعنا اتكلمنا أن فيه حاجة اسمها استهلاك ذاتي أو استهلاك مستقل هذا الاستهلاك لابد أن يكون مقدارا موجبا وهو حد أدنى من الاستهلاك لا يمكن للإنسان يعيش بدونه وفي المثال عندنا كان الاستهلاك ذاتي أو المستقل بيساوي 100 أو موجب 100 طيب أنا عايز دلوقتي أطلع دلة الاضخار من العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك أطلعها إزاي بصوا معايا في المثال لو أنا لاحظت دلوقتي أن أنا عندي دلوقتي عشان أطلع دلة الاضخار لازم أرجع تاني لدلة الخط الدخل ودلة الاستهلاك وأشوف أن العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك مشت في سلاسة مراحل المرحلة الأولى ما قبل التعادل ثم مرحلة التعادل ثم ما بعد التعادل بالنسبة للمرحلة اللي هي قبل التعادل اللي هي فيها بالزبط الاستهلاك أعلى من الدخل والله لما يكون الاستهلاك أعلى من الدخل هيكون الادخار هنا موجب ولا سالب هكيد هيكون مقدارا سالبا لذلك هنا نلاحظ أن تحت هنا فيه سالب 100 لكن فوق خارس هنا كان فيه 100 عند الاستهلاك لكن في الادخار فيه سالب 100 بمعنى بمعنى أنه لما يكون الاستهلاك أعلى من الدخل يكون الادخار عندي مقدارا سالبا طيب لما يكون في المرحلة الثانية لما يكون الدخل والاستهلاك متساوين عند النقطة N1 لما يكون الدخل والاستهلاك متساوين تماما هيكون الادخار في الحالة دي إيه لازم يكون صفر طالما كل الدخل يصرف أو ينفق على الاستهلاك يبقى الادخار بتاعي يبقى إيه صفر يبقى المرحلة الأولى سالب الدخار سالب المرحلة اللي في الوسط اللي هي فيها الادخار واللي فيها الاستهلاك يساوي الدخل لابد أن يكون الادخار فيها إيه صفرا طيب المرحلة الثالثة اللي فيها الدخل أعلى من الاستهلاك لما يكون الدخل أعلى من الاستهلاك لابد أن يكون الادخارا مقدارا موجبا دلوقتي بنشوف نقطة الدخل التعادلية أو نقطة التعادل طبعا نقطة الدخل التعادلية أو نقطة التعادل هي اللي احنا شفناها في الرأس عند ال-N1 اللي هي عند النقطة التي تساوى فيها كل من الدخل مع الاستهلاك الدخل مع الاستهلاك وبرضو مش نقطة التعادل هي ال N1 وبس ده نقطة التعادل كمان هي عند ال N2 حيث تعرف برضو نقطة التعادل إن هي النقطة اللي بيوصل عندها للضخار إلى الصفر فنقطة التعادل ممكن نوصل لها من خلال الشكل السابق من خلال النقطة N1 اللي هي دي نقطة التعادل أو من خلال النقطة N2 فنقول على نقطة التعادل اللي هي ال N1 هي النقطة التي تحقق عندها التعادل المطلق بين الدخل والسهلاك أو هي النقطة التي يصل عندها حجم للضخار أو مجموعة للضخار صفرا وعلى يمين نقاط التعادل سواء كانت N1 أو N2 بيبقى للضخار موجب وعلى يسارها بيكون للضخار سالبا هنتكلم الآن عن العوامل المؤسرة على الاستهلاك والضخار وبشكل عام بنقول أن العوامل المؤسرة على الاستهلاك هي نفسها العوامل المؤسرة على وتوجد مجموعتين كبيرتين مؤثرتان على الاستهلاك والضخار المجموعة الأولى هي الدخل ونظرياته والمجموعة الثانية هي المحددات غير الدخلية لو حبينا نستعرض بشكل سريع هذه النظريات هنشوفها على النحو التالي النظرية الأولى هي نظرية الدخل المطلق لجون مينارد كينز وهذه النظرية تقوم على أساس ما يطلق عليها الدخل المطلق وتقوم هذه النظرية على أساس أن الفرض المستهلك بيحدد نسبة من دخله الجاري التي سيخصصها للانفاق الاستهلاكي على أساس المستوى المطلق للدخل وبافتراض السبات الأشياء الأخرى على حالها فلو ارتفع الدخل المطلق للمستهلك كما يرى كينز يؤدي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الدخل المخصصة على استهلاك وزيادة ما يوجه نحو الإدخار وتبقى لهذه النظرية لها نظرية كينز أو نظرية الدخل المطلق لكينز بيقول لنا أن الميل حد للإستهلاك والميل حد للإدخار يكونان دائما مقدارا موجبا وأقل من الواحد الصحيح وكمان الميل المتوسط للإستهلاك والميل المتوسط للإدخار يتزايدان تزايدين تدريجيا كلما زاد الدخل وفي النهاية بيخلص لنا كينز إلى أن دلت للإدخار الإست بتساوي السالب إيه اللي هو السالب للإستهلاك الزاتي زائد واحد ناقص بي ضرب الواي وطبعا البي لواء الميل حدية للإستهلاك هذه هي النظرية الأولى اللي هي بتشوف أن الاستهلاك والإدخار يرتبطان ارتباطا وصيقا بما يسمى بالدخل المطلق أو الدخل الجاري النظرية الثانية اللي هي نظرية داخل النسبة لديوزينبيري يرى ديوزينبيري أن الفرض يتأثر في استهلاكه بعوامل كثيرة جدا أهمها وضعه لاجتماعه وعاداته وتقاليده ودائما يحاول فرض أنه يحافظ على مستوى معيشته أمام الآخرين وعلى هذا الأساس يرى ديوزينبيري أن الاستهلاك والإدخار لا يتأثران بالدخل الجاري فقط كما قال كينز ولكنه يتأثر كذلك بأعلى دخل قد تحقق له في الماضي وعليه في أن الخفاض دخل المستهلك وعليه فإذا انخفض دخل المستهلك فإن الاستهلاك لا ينخفض بنفس النسبة بل ينصب بتأثير ذلك على الإدخار وقلنا ليه السبب وقلنا السبب في أن الفرض دائما يريد أن يحافظ على مستوى معيشته مقارنة بمستوى معيشة الآخرين ومن هذا المنطلق يرى ديوزينبيري أن معدل الاستهلاك يأخذ كدل في نسبة الدخل الجاري إلى أعلى مستوى دخل قد تحقق له من قبل وفقا للمعادلة اللي احنا شايفينها أمامنا ديت اللي هي C تقسيم الوا بيسوي الA زائد الB ضرب الواي تقسيم الواي زيرو حيث أن الواي هو الدخل الجاري والواي زيرو تمثل أعلى مستوى للدخل النظرية الثالثة اسمها نظرية دورة الحياة وهي هذه النظرية لسلاسة اقتصاديين أهمهم مودي جلياني وبروس بيرج وألبيرت أندو وتبقى لتسمية هذه النظرية بدورة الحياة بنقول أن الاستهلاك يتوقف خلال فترة معينة على الدخل المتوقع من الفترة المتبقية من عمر الفرد ووفقا لهذه النظرية فإن الأفراد يحاولوا دايما يحاولوا العمل على استقرار انفقهم لاستهلاك خلال دورة حياتهم وترى هذه النظرية أن توزيع العام للدخل على مدى الحياة أوضح أن توضح هذه النظرية أن صغار السن يخصصون جزءا من طاقتهم لطلب العلم واكتساب المهارات أكبر مما يخصصون للأنشطة التي تولد الدخل الجاري وخلال هذه الفترة من العمر يلجأ الأفراد إلى استهلاج جزء كبير من دخلهم المنخفط نسبيا وبالتالي فإن الميل المتوسط للإستهلاك قد يزيد عن الواحد الصحيح من خلال الحصول على قروض استهلاكي أما في العمر المتوسط وفقا لما ترى هذه النظرية فحيث تكون المهارات والخبرات قد اكتسبت يعني في منتصف العمر فإن الدخل طبعا بيكون مرتفع جدا وخلال هذه المرحلة يكون الاستهلاك منخفض والإضخار طبعا مرتفع بالنسبة للدخل المرحلة الأخيرة من هذه النظرية بتقول أن في سن التقاعد أو سن المعاش فإن الدخل يتناقص ويتزايد الاستهلاك مرة أخرى وقد يزيد الميل المتوسط للإستهلاك عن الواحد الصحيح بالنسبة للدخل وعلى هذا ينشأ الاتجاه العام التالي وهو أن صغار السن يكون ادخارهم سلبيا أما متوسط العمر فإنهم يسددون ديونهم ويدخلون من أجل المستقبل عندما يتقاعدون أما كبار السن يعني فيدخلون ادخارا سلبيا مرة أخرى ويسحبون من أصولهم التي ترقمت في الصعب النظرية الرابعة اللي هي نظرية الدخل الدائم بتقول لنا إيه النظرية ديت ركزت طبعا عايز هنا النظرية ديت لميلتون فريدمان ميلتون فريدمان بيرى أن كينز في نظريته الدخل المطلق ركز على ما يطلق عليه الدخل الجاري كأساس لتحديد الدخار والاستهلاك ومن هنا جاءت سياغة ميلتون فريدمان الجديدة لنظرية الدخل الدائم حيث ابتدأ بالاعتراض على الفكرة المعتادة للدخل الجاري اللي تكلم فيها كينز ويفرق فريدمان بين مفهومين أساسيين لدخلهم الدخل الدائم والدخل الجاري ويشير الدخل الدائم إلى متوسط الدخل الذي يتوقع المستهلك الحصول عليه في المستقبل نتيجة لاستغلاله عناصر سروطه سواء كانت بشرية أو مادية ويلاحظ أن الدخل الدائم أكثر استقرارا بالطبع من الدخل الجاري طالما أن الدخل الدائم هو مجرد أو ما هو إلا متوسط الدخول التي يحصل عليها الإنسان سواء كانت دخولا مؤقتة أو دخولا عادية فالدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم فالدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم ويسمى الدخل الدائم والآخر مؤقت ويسمى الدخل المؤقت والعنصر المؤقت من الدخل لا يتصف في الاستمرارية ويكون إما مجابا وإما سالبا ووفقا لهذه النظرية فإن الاستهلاك لن يتقلب كثيرا نتيجة للزيادة المؤقتة التي تطرأ على الدخل يبقى كل كلام بتاع فريدمان عايز يحكينا ويقول لنا أن العلاقة المؤثرة ما بين الدخل والاستهلاك فهي ترتبط يعني ليس الدخل الجاري هو المقصود عند فريدمان وإنما المقصود عند فريدمان هو الدخل الدائم للأفراد فإذا زادت دخل فوفقا لهذه النظرية بيقول لنا فريدمان ووفقا لهذه النظرية فإن الاستهلاك لن يتقلب كثيرا نتيجة للزيادة الطارئة أو المؤقتة التي تطرأ على الدخل أو أي نقص عارض في هذا الدخل فإذا زادت دخل الجاري عن الدخل الدائم للأفراد فإن الجوزء الأكبر من هذا الدخل سوف يخصص للإضخار شكل طبيعي وسوف يتزايد الاستهلاك بمقدار محدود وبنفس الطريقة إذا تناقص الدخل الجاري بشدة عن مستوى الدخل الدائم فإن الأفراد سوف يخفضون مدخراتهم وقد يصحبون من مدخراتها السابقة بهدف المحافظة على مستوى الاستهلاك الذي يرتبط بدخلهم الدائم على المدى للطويد دلوقتي بننتقل إلى العوامل غير الدخلية المؤثرة على معدل الإنفاق الاستهلاكي أول حاجة ثروة المستهلك حاجة بسيطة للغاية بنقول دلوقتي كيف تؤثر ثروة المستهلك على الاستهلاك بشكل عام قال لك والله علاقة ترضي إذا زادت ثروة المستهلك زاد الإضخار وإذا نقصت ثروة المستهلك نقص الاستهلاك إذا زادت الثروة زاد الاستهلاك وإذا نقصت الثروة نقص الاستهلاك الحاجة الثانية المستوى العام للأسعار طبعا المستوى العام للأسعار برضو بيأثر على الاستهلاك إزاي بيأثر طبعا دلوقتي بتآكل القوة الشرائية للدخل والصروة فطبعا لما تتآكل القوة الشرائية للدخل والصروة إيه اللي بيحصل؟ بيحصل دلوقتي تأثير عكسي بيحصل تأثير عكسي فبزيادة المستوى العام للأسعار ينخافض الاستهلاك وبنقص المستوى العام للأسعار يزيد الاستهلاك بنقول برضو معدل سعر الفايدة وتأثيره على الاستهلاك وللرغم أننا نعتقد بأنزيادة سعر الفايدة يشجع على الاضدخار ويقلل من الاستهلاك يعني ما هو شكل طبيعي طالما بيشجع على الاضدخار يبقى بيقلل من الاستهلاك إلا أن الدراسات بصراحة الحديثة أثبتت أن هذه العلاقة ليس لها تأثير قوي على الإنفاق وممكن نجمع كافة العوامل غير دخلية المؤثرة على الاستهلاك في الشكل الواضح أمام حضراتكم فدلوقتي ده سيه نفترض أن السيه هو قبل التغير أنه ده وضع الاستهلاك أو ده منحن الاستهلاك قبل التغير والسيه اللي فوق ديت بتعبر عن زيادة الاستهلاك مع انخفاض المستوى العام للأسعار مثلا أو مع زيادة الصروة مثلا وانتقال السيه إلى الوضع سيه 2 يعني إلى أسفل يوضح مثلا انخفاض أو القوة الشرائية انخفاض وتآكل قوة الشرائية نتيجة الارتفاع في المستوى العام للأسعار أو نتيجة لنقص أو انخفاض الثروة فإذن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى تآكل قوة الشرائية وبالتالي انخفاض مستوى الاستهلاك إلى أسفل اما انخفاض المستوى العام للأسعار يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لنقوض وبالتالي زيادة الاستهلاك وصعود منحنة الاستهلاك الأعلى من الوضع سيه إلى سيه 1 ثانيا الاستصمار بقول ان الاستصمار هو المكون الثاني من مكونات معادلة الناتج المحلي الجمالي بطريقة الانفاق حيث اتكلمنا من قبل ان الناتج المحلي الجمالي بطريقة الانفاق يتكون من الاستهلاك زائد الاستصمار زائد الانفاق الحكومي زائد الصادرات نائصة الواردات فالاستصمار هو المكون الثاني ما هو تعريف الاستصمار؟ الاستصمار هو عبارة عن الإضافات التي تحدث للأصول الانتاجية أو الرأسمالية زي شراء المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الانتاجية هذا بالإضافة للتغيرات التي تحدث في المخزون السلعي أقسم للصصمار أقسم للصصمار هي واحد التكوين الرأس مالي السابت للآلات والمعدات التغير في المخزون زي شراء الآلات وقطاع الغيار لمواجهة المستجدات الانتاجية الطريقة ثلاثة المشاريع الإسكانية وقطاع الإنجاد في سؤال مهم جدا هل يعتبر شراء الآلات والزندات استصمارا بالمفهوم الاقتصادي الإجابة لا لأنه لا يزيد عن كونه صورة من صور نقل الملكية بين أفراد المجتمع الانفاق الاستثماري وقرار الاستثمار والعلاقة بين الاستثمار والدخل نراها في الدقائق التالية قرار الاستثمار يكون باتخاذ هذا القرار طبعا رجل الأعمال أو المنظم ويعتمد في ذلك على مقارنة معدل العائد المتوقع من الاستثمار مع سعر الفايدة السائد في السوق فباختصار شديد إذا لقى معدل عائد أعلى من سعر الفايدة هيدخل في العملية الاستثمارية وإذا لقى العكس مش هيدخل في العملية الاستثمارية العلاقة بين الدخل والاستثمار يعبر عنها رياضيا كما نرى في المعادلة الموجودة أمامنا الآن الـ i بيساوي الـ i0 زائد الـ iY حيث تشير الـ i إلى جميل الاستثمار بينما الـ i0 إلى الاستثمار التلقائي في حين الـ iY هو الاستثمار التابعي وهو عبارة عن حاصل ضرب الملحد الاستثمار في مستوى الدخل منحنة التلعب على الاستثمار أو ما يطلق عليه معدل أو يعني منحنة الكفاية الحديية لرأس المال نلاحظه على طول في الشكل أفضل من الكلام النظري نلاحظ هنا أن فيه عندنا دلوقتي عن المحور رأسي سعر الفايدة وعلى المحور أفكي للاستثمار والعلاقة بين سعر الفايدة والاستثمار هي ما يطلق عليه منحنة الكفاية الحديية لرأس المال أو منحنة الكفاية الحديية للاستثمار أو ما يطلق عليه بعض الاقتصاديين دالة الاستثمار فاللي أنا عايز أقول دلوقتي إيه العلاقة ما بين سعر الفايدة والاستثمار بقول إن علاقة عجسية فبقول إن منحنة الكفاية الحديية للأستثمار منحنة سالب الميل سالب الميل يعني يعني ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين معبرا عن العلاقة العكسية بين سعر الفايدة والإستثمار فعندما يكون سعر الفايدة مرتفعا عند الـ R2 يكون الإستثمار منخفضا عند الـ I2 لكن لما ينخفض سعر الفايدة من R2 إلى R1 هنجد ذلك أو هيتضع أو هيحصل زيادة في الإستثمار من A2 إلى I1 فبانخفاض سعر الفايدة من R2 إلى R1 يزيد الإستثمار من A2 إلى I1 إذن هناك علاقة عكسية بين سعر الفايدة والإستثمار دلت الإستثمار في المدارس الاقتصادية بقول دلوقتي أول مدرسة اللي هي النظرية الكنزية أو الكفاية الحدية رأس المال بقول دلوقتي إن فيه علاقة المستثمر يتخذ قراره بالاستثمار عند مقارنته بين الكفاية الحدية رأس المال ومعدل سعر الفايدة فإذا وجد إن الكفاية الحدية رأس المال أعلى من سعر الفايدة بيدخل في العملية الاستثمارية وإذا لأ العكس بيخرج من العملية أو ما بيدخلش أساسا في العملية الاستثمارية إذن الكفاية الحديد رأس المال اللي هي عبارة عن معدل الغلات المتوقعة من الدخول في الاستثمار فإذا وجد أن هذا المعدل من الدخول في الاستثمار أعلى من سعر الفايدة بيدخل في المشروع أو بيدخل في العملية الاستثماري الجديدة وإذا لقى العكس ما بيخشش خالص فبيقول حسب هذه النظرية اللي هي نظرية جنزية حسب هذه النظرية بيقول أن دلة الاستثمار تأخذ الشكل التالي الـ I كابتال يساوي الـ I-Beta في الـ Y حيث الـ B هي المال الذي يعبر عن مادة استجابة الاستثمار لتغيرات في سعر الفايدة وطبقا للدلة أعلى يوجد علاقة عكسية طيب عن بين سعر الفايدة والاستثمار وبالتالي في أنه منحنا الطلب الاستثمار سالب المال كما رأينا من قبل النظرية الثانية اسمها نظرية المعجل البسيط والنظرية دي بسيطة للغاية بتقول أن الاستثمار يعتمد على الدخل الاستثمار بيعتمد على الدخل لنسي ما قال كينزي بيعتمد على زعر الفايدة لا هنا المعجل البسيط هذه النظرية بتقول إن الإستثمار بيعتمد على الدخل فبيقول إن ال-I بيساوي دلتا ضرب ال-Y وعلى هذا الأساس بيبقى دلتا-Y بيساوي دلتا-Y بيساوي بيساوي ال-Y ناقص ال-Y ناقص واحد وبالتالي في إن تنامي الدخل يعد محفزاً ومشجعاً لرجال أعمال على القيام بالإستثمار ويزيد الإستثمار والعكس صحيح يعني هو لا يرى أن سعر الفايدة تؤثر في الإستثمار بالشكل الذي تحدث عنه كنز ويرى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الإستثمار أكثر من سعر الفايدة مثل التغير في الدخل نظرية المعجل المارين تشير هذه النظرية أنه في بلاد كل فترة يتوفر رصيد معين من رأس المال وهو الرصيد مستبقى من الفترات الماضية وتشير أيضاً إلى أن حجم الإستثمار الحالي يعتمد على الفرق بين الرصيد الأمثل لرأس المال والرصيد الموجود من الفترة السابقة ووفقا لهذه النظرية أو هذه النظرية ترى أن الرصيد الأمثل لرأس المال يعتمد على عدة عوامل أهمها واحد كما في نظرية المعجل البسيط في أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الاستثمار إذن نظرية المعجل المرن بتتطفق مع نظرية المعجل البسيط في تأثير الدخل على الاستثمار اتنين يعتمد رصيد رأس المال المرغوب به أيضا على تكليف عناصر الانتاج زي أجر العامل وسعر الفائدة الذي ينظر إليه على أنه سعر لرأس المال فإذا ارتفع الأجر أصبح العمل أكثر تكلفة فيتحول المستثمرين إلى اتباع وسائل انتاجية أخرى تعتمد على رأس المال أكثر من العمل لأن الرأس المال أصبح أرخص نسبيا من العمل وبالتالي يرتفع حجم رأس المال المرغوب الحاجة الثالثة ارتفاع سعر الفائدة الساري في الاقتصاد يعني ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع الاستثمارية فيوحبت رجال الأعمال ويقل رصيد رأس المال المرغوب فيه النظرية الرابعة التي هي نظرية التمويل الذاتي تشير هذه النظرية إلى أن حجم رأس المال الأمثل وبالتالي حجم الاستثمار يعتمد على الأرباح المتوقعة والتي تعتمد بدورها على الأرباح الحالي يعني إذن فيه تأثير للأرباح وليس سعر الفائدة أو الدخل كما قالت النظريات السابقة ولكن هذه النظرية ترى أن الأرباح الحالية بتؤثر على الاستثمار واتبع لهذه النظرية في أن المنشآت تمويل استثمارتها بالاعتماد على مصادر تمويل داخلية والتي تعتمد بالتالي على والمتمثلة بالأرباح غير الموزعة ومصادر تمويل خارجية والتي تتم إما مباشرة عن طريق الاقتراض أو عن طريق طرح أسهم مساندات في البورس وبشكل عام طبعا تفضل المنشآت مصادر التمويل الداخلية لأن مصادر التمويل الخارجية تجعلها تحترح مثل إيه الغير نلاحظ أن نظرة المعاجل المارين اعتمدت على زيادة مستوى الدخل عن طريق زيادة الانفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب على الدخل الشخصي بينما اعتمدت هذه النظرية التي هي نظرية تمويل ذاتي على زيادة الأرباح لزيادة الاستثمار العوامل المؤثرة على منحنة طلب على الاستثمار أول حاجة التطور الفني والتكنولوجي طبعا التطور الفني والتكنولوجي طبعا ده يزود الاستثمار وبتالي يحفز الاستثمار وبتالي ينتقل منحنة الاستثمار من الوضع I1 إلى الوضع I2 والعكس الصحيح يبقى دلوقتي يبقى انخفاض التطور التكنولوجي أو انخفاض أو يعني الانتكاسة التكنولوجية أو عدم تطور التكنولوجي يؤدي الانتقال منحنة الاستثمار من الI2 إلى الI1 ولكن التطور التكنولوجي وتطور الفني يؤدي الانتقال منحنة الاستثمار من الI1 إلى الI2 هذا هو العامل المؤثر يعني إحنا دلوقتي نتحدث عن عوامل المؤثر على منحنة الطلب على استثمار وأولى هذه العوامل كانت التطور الفني والتكنولوجي فبزيادة التطور الفني والتكنولوجي يزيد منحنة الاستثمار وينتقل إلى الوضع الأعلى من I1 إلى I2 الحاجة الثانية التوقعات بنقول تؤثر التوقعات أيضا على منحنة الاستثمار وتجعله ينتقل من مكان إلى مكان آخر فبنقول دلوقتي تمثل التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي عامل مهم جدا في تأثيره على قرار استثمار فعدم وضوح الروي أمام المستثمر يحد من قدراته على اتخاذ قرار استثمار وكذلك شعور المستثمر بالتشاؤم عندما يكون سعر الفايدة أقل من معدل الكفاية الحدية للإستثمار يجعل المستثمر يحجم عن القيام بالإستثمار وبالتالي ينتقل منحنة الاستثمار إلى أسفل والعكس صحيح في حالة التفاؤل يبقى إذن في حالة التفاؤل ينتقل منحنة الاستثمار إلى أعلى وفي حالة التشاؤم ينتقل منحنة الاستثمار إلى أسفل حجم الطلب ونموه قالك زيادة الطلب على السلع والخدمات تؤدي لتشجيع المستثمرين وبالتالي ينتقل منحنة الطلب إلى أعلى زي ما هنشوف في الشكل الحالي والعكس صحيح يعني نقص الطلب على السنوعة والخدمات يؤدي إلى عدم تشجيع الرجال الأعمال وبالتالي ينتقل منحن الطلب إلى أسفل الضرائب ألك تخفيض الضرائب يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وبالتالي ينتقل منحن الاستثمار إلى أعلى والعكس صحيح الحوافز ألك برضو الحوافز لا تأثير على دلة الاستثمار فالتسهيلات والتشجيعات التي تقدمها الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار وبالتالي ينتقل منحن الاستثمار إلى أعلى والعكس صحيح بنقول بعد كده سعر الفايدة الحقيقي والاسمي سعر الفايدة الحقيقي هو السعر المعلن داخل بنوك وفي الصحف أما سعر الفايدة الاسمي هو السعر المعلن في الصحف وداخل بنوك أما سعر الفايدة الحقيقي هو الفرق بين سعر الفايدة الاسمي ومعدل التدخم فبنقول وفقا لما يقول هو فشر أن سعر الفايدة الحقيقي بيسوي I ناقص F حيث أن I سعر الفيدة والR هو سعر الفيدة الحقيقي والF هو التضخم يبقى سعر الفيدة الحقيقي بيساوي سعر الفيدة الاسمي ناقص F اللي هو الانفليشن معدل التضخم ثالثاً الانفاق الحكومي الانفاق الحكومي بيمثل البند الثالث من بند معادلة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق فقد حدثنا في الوحدة الثانية وفي ثناية هذه الوحدة أيضاً عن أن الناتج المحلي إجمالي بطريقة الانفاق يتكون من أربعة بنود البند الأول هو الانفاق على الاستهلاك البند الثاني الاستصمار البند الثالث الانفاق الحكومي وهو ما نتحدث عنه الآن فالانفاق الحكومي يتكون من عدة بنود الانفاق الحكومي ذات يتكون من عدة بنود وهي مشتريات الدولة من السلع والخدمات ونفقات التحولية ومدفوعات الفيدة طبعاً الانفاق الحكومي بتقوم الدولة بالانفاق الحكومي على التعليم وعلى الصحة وعلى المرافق الأساسية وتعتبر الدولة هذا دور هام من أدوارها لتنمية المجتمع بشكل عام وكلما كانت الدولة غنية كلما زاد الانفاق الحكومي على المرافق الأساسية وعلى البنية التحتية والعكس الصحيح وتمول هذه النفقات عن طريق الإيرادات التي تحصل عليها الدولة طبعا من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الموارد الأخرى هذا فيما يتعلق بثالثا وهو الانفاق الحكومي آخر جزء من معادلة الانفاق الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق آخر جزء فيه هو صافي الصادرات أو الصادرات ناقص الواردات بنقول أن يشكل صافي الصادرات المكون الرابع للانفاق الكلي فالصادرات هي تلك السلع والخدمات التي تنتج محليا ويتم تصديرها إلى العالم الخارجي في حين تمثل الواردات الانفاق المحلي على السلع والخدمات الأجنبية والفرق بينهما طبعا يسمى بصافي الصادرات وتعتمد الصادرات والواردات على عدة عوامل من أهمها طبعا الدخل القومي وفروق الأسعار العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية وهذه العوامل بالشكل يعني أكيد بتلعب دور كبير في حركة الصادرات والواردات